موسيقى صباح الخير لكل المشاهدين لليوم الخميس 27 حزيرانة جون 2013 عالم صباح جديد وصفحة جديدة وبداية جديدة مع لبنان جديد اللي ان شاء الله بيحمل كل الخير للجميع لكل المقيمين في لبنان لكل اللي قاعدين برا وعينون على لبنان ومشتهيين فعلا أنه يجوا على لبنان ويزوروا ويرجوا عطلوا على هالبلد الحلو هالمدن الجميلة جدا وينما كانوا وأكيد بكل بقاع لبنان لبنان عم يرجع يلمج راحه ولبنان عم بيحاول يرجع يوقف عقجريه متل ما تعودنا نقول دايما عنه أنه هو طائر الفنيق اللي بيرجع بيبني حاله من رميده سيدة فيروز غنيت لنا بتطلج الدني بتشمس الدني ويا لبنان بحبك تتخلص الدني سمعتوا شو قالت تتخلص الدني ما قالت تيخلص لبنان لأنه لبنان ما بيخلص أبدا وكمان الكبير الراحل زكي نصيف دا اللي يغني لنا راجع 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 يتعمر لبنان وكل ما يغنيها بنرجع من الغنيها لأنه فعلا منشوف أنه كل مواطن بلبنان قد ما صاروا قد ما مرأ دمار وهباط وأمور كتير بشعة بلبنان بيرجع بيعمر لبنان وهذا الشي شفناه فعلا مبارح وأنا كنت موجودة مبارح على الأرض بصيدة وكنت عم شوف قديش كل الأهالي عم ترجع تلملم جراحة وترجع توقف حد بعض وكل واحد عم يمسك بإيدة تانية لحتى يرجع يعمر لبنان يبلش بمدينته يبلش بحيه يبلش بشارعه ببيته ببنيته لحتى يرجع قد ما بيقدر يضغط على جرحه ويرجع يقول أنا لبناني بكل فخر الحياة دايما متستمر فينا ولبنان مكفة بقلوبنا جميعا اليوم عالم الصباح متابع معكن هالمرة أنا معكن بستوديو عالم الصباح مثل العادي ومعنا اليوم الشف فيصل بستوديو شف فيصل صباح الخير صباح النور كيف تريدك بيدي بيش الحال صلك زمان بطلت وعنا والله صلك زمان ما أسأبنا صوخ صحية صحية صرت طالعش ثلاث أربع مرات اليوم عندنا حلويات اليوم اليوم عندنا حلويات من فرنسا ومن سوط أفريكا اليوم جايب لنا بنك يعني شارع المصارف من فرنسا يعني بلشت أحرق الزبدة هلأ بدين تعجبوا الزبدة تحترق بهالوصفة يعني حطوا 100 جرام هلأ زبدة على النار ويبلشوا حطوها على النار خفيفة تحترق تنعمل الفينانسير نحن وياه يلا عزيم عزيم نحن رأنتظرك أكيد لحتى نترقب كل الوصفات الطيبة اللي بتحضرنا إياها إنما قبل راح نذكر المشاهدين بحملتنا وهي الحملة الوطنية أكيد اللي عم تقوم فيها الأمم المتحدة واللي هي فكر كول وفر اللي بلشنا فيها من فترة بعالم الصباح واللي اليوم بالتحديد عم تحكي قدج إنه الخضار والفواكه مهمين جدا مش يعني إذا ما بقى تقدروا تكلون أو تستهلكون أو حسيتوا إنه شكلوا ما بقى كتير حلو أو يمكن ما قادرين تستغلوهم بأطباقكم وهلأ للأسف منعرف أنه عم يصير فيها دري يمكن كتير كبير بشكل لا إرادة عن كل المواطنين إنما فيكن تستعملون بأمور كتيرة لأنه منعرف أن الأدوية والأعشاب وكل أمور الطبية والمستحضرات ومستحضرات التجميل معمولين من الفواكه والخضار لها سبب فيكن تفتحوا الإنترنت فيكن تقروا كتير فيكن تتعرفوا كيف ممكن تستهلكون بغير طرق أيضا يعني إن كان البصل إن كان العسل إن كان الرمان إن كان التوم وغيره 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 الكتير فيكن أكيد من بعد ما يمكن ما بقى تقدروا تاكلوهم تحطوهم عوجكم تعملوا ماسكات وأكيد هذا الشي بيرجع بيحليكن وأكتر فيكن تستغلوه بخلال أيامكم لحتى تقدروا تعملوا وصوات جديدة كل يوم وتقدروا تستغلوه كماسكات على وجوهكم رح نتابع معكم نحن ما ممكن هيكون تحطوا ماسك أبدا إلا بس لحتى تحلوا حالكم بس الماسك الأساسي لازم تشلوه وترجعوا بعدين تكونوا وتطلوا معنا بوجهكم الحقيقة والأصدية اليوم عالم الصباح أكيد فقراته عديدة رح نعرفكم عليها تباعا بخلال عالم الصباح وعندنا فقرات عديدة نطرتكن إنما خلينا نبلش بالأول مع كارمن بالأبراج طبحكم الخير اليوم الخميس 27 حزيران يونيو اليوم الأمر مرافقنا برش الحوت ابتداع من ساعة 11 ونص الصباح الأجواء رح بتكون كتير حلوة على فترة 3 أيام للأبراج المائية الحوت السرطان وأيضا لموليد برش العقرب كيف رح بيكون هنهار على كل الأبراج ما نبلش مع برش الحمل مولو برش الحمل يمكن الجو ما رح بيساعدك بها 3 أيام الأجواء يمكن مخيبة للأمل في تأخير في خيبات أمل ما في شي بيزبط مثل ما أنت بدك انتبه من تراجع انتبه من محتالين انتبه على حجوزاتك الأقل حظا 2-3-4 نيسان أبريل من انتبه لبرش الثور مهضوم اليوم مولود برش الثور بيناسبك كتير الجو اليوم من الأيام الحلوة اللطيفة المهمة بتحس حالك مرتاح خفيف مش بس اليوم 3 أيام في ناس بيساعدوك وإذا بدك مساعدة اليوم وبكرة وبكرة من أفضل أيام لحتى تطلبها بيبقى المولود الأوفر حظا هو مولود 10-11-12 أيار مايو من انتبه لبرش الجوزة مولود برش الجوزة نهارك اليوم يمكن يحمل لك لقاء مهم اجتماع مهم أو ظرف مهم بفاجأك وبيطلب منك جهوزية كاملة لذلك مفروض تكون جاهز محضر شغلك وعملك ودرسك ويمكن حتى الموقف الصعب من المستحسن إذا مش قده تكون واضح وتعتذر إذن ما تعلق حالك من الأيام المعقولة تقدم لك فرصة مهنية أو مادية مالية مهمة الأكثر حظا بعد فينا نقول عشرين حزيران يونيو وكون حذر من السرعة مولود سبعة ثمانية تسعة وعشر حزيران يونيو ننتقل لبرش السرطان من أجمل الأيام بهيدا الشهر مش بس اليوم ثلاثة أيام وكأنهم مكافأة لألك بتعود فيهم عن تأخير عن تراجع عن زعل عن كل الأمور تقريبا تقدر تحل كل شي بها ثلاثة أيام أطلب وتمنى خاصة أن المشتري كمان موجود ببرشك بيبقى الأوفر حظا واحد وعشرين اثنين وعشرين وثلاثة عشرين حزيران يونيو ننتقل لبرش الأسد مولود برش الأسد مرقع لك يومين صعبين بعد فيه ثلاثة أيام منه نهينين لكن بيضلوا أفضل من اليومين اللي مرقوا انتبه على مسائل صحية طبية استشفائية بده ورقة أو بده معاملة دقق فيها وتستشير أهل الاختصاص قبل ما تعلق حالك بيبقى الأوفر حظا نسبيا 24-25 تموز يوليو منكمل مع برش العذراء مولود برش العذراء ثلاثة أيام وراء بعضا بتحس حالك أنه فعلا عندك طاقة كتير كبيرة وحابب تعمل شي بتزهق بتمل وتحس حالك أنه مش قادر تقعد بمطرح واحد لكن انتبه مولود برش العذراء صراحتك أحيانا وكلامك أحيانا جارح وخاصة بها ثلاثة أيام فبعد عنهم أو تجنبهم لحتى ملزع الحدن وصير في قطيعة من الأيام المهمة لكل أنواع اللقاءات المفاوضات الأبحاث وإمضاء أو توقيع الكونترايات الأوفر حظا 2-3 و4 أيلول سبتمبر بننتقل لبرش الميزان مولود برش الميزان يمكن عم بتفكر بعمل جديد عم بتفكر فيها هالثلاثة أيام ويمكن ويمكن فعلا أنت سيريس بالموضوع يمكن ينطرح عليك فرصة عمل هامش على الهامش أو فرصة مهمة جدا بيبقى عليك أنت تقيم الأمور مسألة صحية بتخصك أو بتخص أحد الوالدين بتخليك تعتلها مليون الأوفر حظا 22 أكتوبر 21 الأول وفينا نزيد عليهم بعض مواليد الميزان من 23 أكتوبر ننتقل لبرش العقرب مولود برش العقرب ما في شي اليوم إلا ما بيصير على زوءك ثلاثة أيام وراء بعضا من أجمل الأيام من الأيام الحلوة الخفيفة نضيفة الإيجابية اللي بتحمل تقدم نجاح وإبداع بيبقى عليك أنت تكون جاهز لحتى فعلا يكون عملك مهم ودسم مش أنه سخيف وسطحي إذن ثلاثة أيام الحظوظ لجانبك 100% والأوفر حظا 23-24 أكتوبر ويالي ضروري يحسن وضعه لأنه بحاجة ميسي لها الحظوظ هو 28-29 أكتوبر من أجل لبرش القوس مولو برش القوس تعبين زعلين ما في شي على زوءك حدم بالعيل اللي عندك مزعع لك أو يمكن عندك بالبيت في مسألة أعطال مضطر تهتم فيها وياريت اليوم ثلاثة أيام وراء بعدها أضايها بالبيت أو عتلين هم حتى لو رحت على الشغل عقلك بالبيت نهار جيد للسفر إذا دك تسافر لكن في قلق وطباعك بدك تهدية لحتى تقدر تسافر بكل هدوء بجميع الأحوال الانضباط اليوم مطلوب من جميع مولي برش القوس وعلى جميع المحاور وبيبقى الأوفر حظا 4 و 5 ديسمبر كانون الأول بننتقل لبرش الجدي مولود برش الجدي اليوم كلامك موزون مهم جدا الرأي اللي بدك تعطيه بيسمعوله وبيوصل للأذين المطلوبة مولود برش الجدي نهار كتير مهم للتواصل مع الناس للزيارات فما تلغي زيارة ما تلغي اجتماع قوم باتصالاتك رد على المستكول كلهم اليوم النهار مهم للدراسات والامتحانات أفكارك مهمة جدا جدا مش بس اليوم بها 3 أيام مرهقين ها 3 أيام ايه لكنهم كتير واعدين ومنتجين بيبقى الأكثر انفعالا مولود كانون الأول ديسمبر ننتقل لبرش الدلو مولود برش الدلو بدك تنتبه من مصاريف طارقة يأما بتخطط له يمكن يأما فعلا طارقة في مصاريف في واجبات بدك ترده في خدمات بدك ترده للناس يمكن يكون هالمصروف استثمار استثمار مهني عيقاري أو يمكن صحي حابب تهتم بحالك حابب تنضم لنادي رياضي أو حابب فعلا انت تستثمر وتوظف أموالك جميع الأحوال انتبه وعد للعشرة قبل ما توقع ورقة الأوفر حظا آخر موليد برش الدلو منكمل مع برش الحوت مولود برش الحوت الأمر ببرشك اليوم بكرة وبعد بكرة ثلاثة أيام رائعة جدا لموليد برش الحوت على الأرجح اليوم المستفيد الأكبر هو مولود شباط فبراير باليومين المقبلين موليد أدار مارس لكن فينا نقول ان هالثلاثة أيام فيهم إبداع فيهم إنجاز فيهم فسحة أمل فيهم فرص ثمينة جدا من أفضل أيام فما تترك هالثلاثة أيام يمرقوا على الفاضي عودة لليوم من الأيام يلي فعلا بتطلع فيها من مراوحة المكان من الزهق من الضجر وبتاخد قرار بتاخد خطوة أو حدا بتلفن لك أو برد عليك خبر الأكثر حظا 18 و 19 شباط فبراير وانتبهوا 24 و 25 شباط فبراير بختم مع مولود اليوم من السنين الرائعة المهمة جدا يلي فيها فرص ثمينة كان للسفر أو عودة لمقاعد الدراسي أهداف مهمة وكتير من نصيبك بيبقى عليك أنت تكون زكي وشاطر وتنقي أفضل هدف وأهم هدف وما تتراجع وما تقبل بشروط هيد السنة مش على زوءك حط شروطك تموز يوليو نوفمبر 22 عذار مارس هني أفضل الأشهر هذه كانت أبراجنا لليوم تتمنى الجميع نهار حلو إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة باي باي أكيد كان من مثل كل نهار الخميس بتكون معنا كمان بعدين بخلال عالم صباح بفقرية زودياك أيضا لتطلق تسالتكم مباشرة على الهواء إنما هلأ بتذكركم أنه كل اللي حابين يتواصلوا معنا وبيحسوا أنه ليش نحنا بس بنعمل وان واي تشانل معكم ونحنا بس بنحكيكم أكيد الفيسبوك هو المجال الكبير أمامكم حتى تقدروا تتواصلوا معنا وتبعتونا كل شي حابين تقولوا عن عالم الصباح وأيضا اقتراحات وأيضا كل الأفكار اللي بتهمكن حتى تنترح معنا بعالم الصباح على الفيسبوك صفحتنا هي عالم.الصباح أو أيضا فيكن تبعتونا تويتس قد ما بتكون بخلال النهار على تويتر لعالم الصباح لهو عالم الصباح وكل فقرة بعالم الصباح عنده كمان التويتر الخاص فيه بالإضافة لهذا الشيء كل اللي حابين يبعتو لنا إيميلز على عالم الصباح atfuture.com.lb 2A بالأول وأيضا بعد ساعة وشوي من ما يخلص عالم الصباح فيكن تحضروا كل فقراتنا على futuretvnetwork.com لا تقدروا تتابعوا الفقرات اللي قطعت عليكم ما لحقتوا تخلصوها وما لحقتوا تشوفوها بخلال النهار رح نتابع محطاتنا بعد لحظات روى بتكون معنا على صحة السلامة خليكم معنا موسيقى